المشاريع الإسكانية إلى أن هذا المشروع سيعمل على ربط المشروع الإسكاني في سترا بشبكة الطرق بأربعة مسارات في كل اتجاه مع إنشاء معبر بحري على المنفذ الشمالي للمشروع ومعبر بحري ثاني على المنفذ الجنوبي مضيفا بأنه سيتم أيضا ربط هذا الشارع بشبكة الطرق الرئيسية عبر شارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح شمالا مرورا بشارع واحد ومنه إلى تقاطع خزانات بابكو جنوبا وبينا سعادته بأن الوزارة بدأت بعمال الدفان مع نهاية عام 2022 كمرحلة تمهيدية لأعمال الطرق الرئيسية والخدمات الأرضية وقد بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الدفان 60%